اللهم اني اتبرأ من حولي وقوتي والتجئ الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة شرح دروس مادة علوم الحياة والأرض بالنسبة للمستواد الثانية باكالوريا علوم الحياة والأرض خيار فرنسي ولا مسلك دوري الثانية باك اسفيتاي اوبسيون فرانسي ولا سكشون فرانسيز ولا بيوف الآن نحن باقي في آخر واحدة اللي هو الوحدة السادسة وصلنا للدرس الثاني اللي تحت عنوان الميتامغفزم اسا غولاسيون لتكتونيك دي بلاك وهو الدرس اللي سنحاوله اننا نفصله ان شاء الرحمن هو اللي سنبدأه اليوم ونبدأه على بركة الله قلنا الميتامغفزم اسا غولاسيون لتكتونيك دي بلاك التكتونيك دي بلاك دي جا شفناه ودجا عفناه هي الحركية دي الصفائح الصفائح تتحركوا يما تتقاربوا بناتو وما لا يتبعدوا وليان المصطلح اللي عندنا هناك غي قدرش كلينا إشكاله اللي هو الميتامغفزم الميتامغفزم دي جا شرناه ليه في الحصة السابقة في الفورماشين دي الشين دي منطاني لي يتشكل ديال سلاسل الجبلية سواء سلاسل ديال استيضام سواء سلاسل ديال التمر ولا ديال الطفو السوب دكتون الليوب دكتون اي الكوليزيون الميتامغفزم كنا قلناه هو مفهوم ديال التحول تحوول ديالاج تحوول طبعا لحال ديالواحد مجموعه ديال الصخور دونك سخرة كتحوولوا وحد سخرة وحده اخرى وحد مجموعه ديال الصخور كتحولوا لها الواحد الصخور ودعيق عندنا هنا واحد نوعية ديال الصخور لك نسميهم لغوش ميتاموغفيك السخور المتحولة دونك غنشوفو هنا في الدرس هذا شنا هو هد الميتاموغفيز مو كيفاش كيتراولي هد التحول هده المترجم للقناة قد كنت ألقى مجموعة السخور التي كنت أسمعلهم الصخور المتحولة لغوش متا مغفيك سخرة متحولة سخرة متحوية بقدرنا نسمي أو نقدرنا نعطيه واحد تعريف باسية أو سريع دابا هو تو شانجمان أفكتان لستركتور أو لكمποزيشون منرالوجيك ديون روش دان سون نيتا سوليد سويتو شانجمان دي كونديشون تيرموفيزيك أكمبانيون لفرماشن دي شين دمونتاني التحول هو كل تغيير يصيب البنية والتركيب المعدني ديال واحد السخرة في الحالة الصلبة ديالها طبيعة الحالة التحول كيكون ناتج على واحد ظروف اللي هم طبيعة الحال ديال درجة ديال الحرارة والضغط وهاتشي هدف كيكون عندي في المانا تقديل كيكون فيها السلاسل الجبالية تسؤولات اللي غنحاولون جوبواليوم كالسان لكاركتوريستيك ستركتورال امينغالوجيك دي روش ميتاموفيك ما هي الخصائص البنيوية والمعدنية للسخور المتحويلة اشنا هي كيفاش نقدرنا نتعرف على السخرة المتحويلة تاني حاجة كالسان لفاكتور رسبنسابل ديالا فرماشن ديالسيروش اشنا هي وما هي العوامل المسؤولة على تشكل هاد السخور وتالتا كالغلاسيون يتيل انتر سي تيب ديال روش الاتكتونيك ديال بلاك ما هي العلاقة بين هاد السخور المتحويلة والحاركي ديال الصفائح واتكتونيات الصفائح نوك هده هما الاسئلة اللي هنحاول نجربها لهم ان شاء الله في هاد الدرس التاني نبدأ باول محوار اللي فيه لكاركترستيك ستركترالي منيرالوجيك دي روش ميتامورفيك ديال زون ديالسيروش خاصة اس البنياوية والمعدنية للسخور المتحويلة في المناطق ديال الصفائح نجو فوش نعمال انواع ديالسخور المتحويلة اللي كالغا في الزون ديالسيروش ديالسيروش فقدآ اللي فيها اللي فيها اللي فيها اللي فيها الات Vil kasih utd diun kart Geologic سنمpleifiye ديل واحد لراجون اللي فيها القوليزيو دراسة ديال على جاركترها؛ غير مبسطة الحالة اللي فيها الاسطدام اذا ق謝謝 نقولوا ا мин كارت جيولوجيك خريطة جيولوجية فقالنا هاد الكارت جيولوجيك izada de کارتجيولوجيك نت иноي يشوف يدي التنباكات الصفائح ولا دي الصخور اللي كيتواجدو على السطح بمعنى انه هاد الخريطة الجيولوجي كتقول لك هاس هال الحجر اللي عندك في السطح مفووم هالحجر اللي كيبالي في هاد المنطقة اللي اللي درنا لها الخريطة مفووم. دونك ها كيباليوح المشموعة دي الالوان لامشيت لاليجند المفتاح. فبطبيعة الهال مفتاح دي جا قلت لكم باللي را كيكون مرتب واحد طريقة اللي مدروسة هادوك الالوان وذوك وذوك الترتيب اللي مرتبينوحنا فضلا لاجوند هذه رماشي عشوائية. طبيعة الهال الالوان اللي كي نلقى الفوق كي متلولية طبقات صخرية اللي كينين الفوق يعني هما طبقات صخرية اللي اجداد. وطبيعة الهال احدث الطبقات صخرية بمعنى انا هما الطبقات صخرية ولا الصخور اللي كسنين لقاهم الفوق. مفووم. دونك اول صخرة عطونا في ماكينا طبيعة الحال هي واحد لغوش اغجيلوز. يونغوش اغجيلوز يعني صخرات كما أنت، وسيأت تطين والصخرة ويأتي الصخرة الطينية وبسيطا حيث يحتوي على صخرة طينيها كما أنت السخرة تشبه هناك سخرة بشيست مع الإطلاع الصخرة التانية ميكا شيست ذكرنا بتضحية م надحقظة سخري سخزط فول ما 네ه سخص سخرة و سخص السنة الميغماتيت سخص سخص السخرة و أنا نغام القرانيت قام سخ רק و ف該 أن تؤدينا بعض الخط يsee نوعة تشوفات الت typical اللي كنا شفناهم. لدي فوالق في هذه المنطقة فوالق. فوالق قلنا هو موحد الكوصور عميقة اللي كتدرب لها الطبقات الصخرية. ودايور هالطبقات الصخرية ولا هالصخورة دولي قلنا. فأنا دي جاكت لكم طبقة صخرية اللي خصة تكون حديثة بطبيعة الحال. فين كتكون كتكون الفوق اللي هي شمن صخرة هنا عدنا غوش أغجيليز يعني صخرة طينية. فنورمال مو بما انه هاد الصخرة الطينية هي اللي كنا الفوق. فأنا قلت لكم قبيلة تعريف دي الخريطة الجيولوجية هي تمتيل واقعي دي الصخور اللي كتكون عندي في السطح. ولكن هنا انا كيبالي يبلي الصخور اللي كنا في العمق قاع بينا عندي هنا. ممكن اش عاجة مش هي هذه. طبيعة الحال. احنا قلنا في الحالة الطبيعية. الصخور اللي كتكون الفوق هي اللي كتبالي في الخريطة الجيولوجية. ولا اني احنا في هاد الحالة هدي قلنا شنو عندي هنا. احنا قلنا هاد الخريطة هي تمتد دي الواحد المنطقة اللي فيها الاصطيضام اللي فيها الكلوزيون يعني تلاقوا لي اجوش دي الغلافين سخريين قاريين تلاقوا لي اتساطحه. بالتالي هنا ما عنديش حالة عادية لك شالش كيبانو عندي صخور اللي كينالتحت كتبالي في خريطة الجيولوجية صخور اللي نورمال من المكان ديال نشأة ديالها هي البروفونده هو الاعماق فأو لكن كاللقاء عندي هنا في السطح لانه بطبيعة الحال فاش كي بطبيعة الحال احنا قلنا تشوهات تكتونية اللي عندي هم الفوالخfps لا لاحظنا هذا الطبقات الصخرية ولا هد الأنواع ديال equation سوف تتماس مع بعض غياجهم. وهذا الترتيب الذي أريدكم أراجد مهم. كالتصنيف هذا الصخور هذا ببساطة. روش عجليز قناة ديجاب اللي هم صخور رصوبية روش سيديمنتر. شيستو الميكاشيستو القنيس هم صخور متحولة روش ميتاموفيك. والآخرين هم الغرانيت بطبيعة الحال روش مغماتيك من الصخور الصهارية بطبيعة الحال ناتج على بفردسمن ديال الماغمات بريد ديال الصهار. كما قلنا على نفو ديشين ديالكوليزان يليا لفلغمان دي روش متاموفيك سيون اللارج طندي. على مستوى مناطق ديالستيدان. كاللهدو بليعدنا واحد مجموعة ديال الصخور اللي اسمنا الصخور المتحولة لرش متاموفيك. ولكن دامحنا قلنا عدنا هاد الصخور المتحولة دونك لدينا واحد الحاجة اسمت الصخور المتحولة اللاخ هاد وهاد سلاس ل الاستيضام ليشينو大的 حول لماذا لديها التعدي got sto مكاشيث ماذا لديها وما الized إضافية التحويل والصوحر لت� sekali pronto و قابلون بالنسبة لنسبة لسخرة رسوبياء واحد من خلال التزخذين يشاهدون و يتف T- 공بادات إم من الاستوبة و تجد المرسمت مع تحويل النوع أو تحويل عدم باستكون من يتبدع الناس ميكاشيست غنيس مفون لكي نعرف هذا الشيء سوف نعرفه الثاني في قراءة وهو خصائص البنية ويدي الصخور المتحولة ونأخذها ثلاثة الصخور المتحولة اللي هم الشيست والميكاشيست والغنيس اللي بطبيعة الحال هالثلاثة عنواة هذه الصخور نلقيهم في جميع السلاسل الاستيضان في جميع الزمان ونعطق الاستيضان اول حاجة في الدراسة دينا نديرو تسامل ملاحظة بالعين المجرد ثلاثة الصخورة في طبيعه الشيست ميكاشيست والغنيس نبدأ بالشيست بالصخرة نحن نحن نعينينا مزيان في هذا الشيست هذا رضيته البل شوف ما هي طروفة كبار اللي وحدة مرسقامة وحدة بحالة ماشية طروفة كبار ولكن كيبانو بحيلار عندي دينام كبار عندي واحد صفائح اللي كبار صافيحة وصافيحة بحيلار انقول ارا نقدر نفصل لواحد طرف من هاد السخرة ونفصل للطرف من السخرة وعارف بلاسة مني نقدر نحيد منحيد الطروفة كيبانو اللي بحيلة طروفة كبار اللي لازكين ما بعضيات فمشوني اشكا نقول وده غراه الى الى ورق تغير بصبعي بالجد ارا نقدر نحيد واحد طرفة من هاد السخرة هدي ديالشيست فمشوني وهاد اللي خلينا نحيد لعلم فوم ديال واحد structure اللي كنسميوها لاشيستوزيتي باللغة العربية الشيستية ولي غاونا هو فويتاج distinct ديلا stratification برزانة بارده روش سو الانفلوانس دي كنتران تكتونيك وسلون الوكل الى ينبط هاد السخرة ببساطة هيا عبارة لواحد التوريق اللي كيكون فيه هادوك الصخرة كتبانع لشكل واحد الصفائح اللي كبار ومشي مشي دابن هدرو على للافولياتيون لانيها كتبانع لشكل هاد المكونة ديال الصخرة ولا هاد الصخرة دي البنية ديالا بدلا صعفو دياللا حل لقبار ما فون هاده بالنسبة للا uncomfortable كتباه 好 البينات يا جديك لا سهلا كتباه للا صندق البينات هيدا اللي عدنا ولي هاده اللي عقدر يقولي يا بلي هاد الميكا شست رايح لوجي هذه الصخرة اللي اللي夏 كما نجمح ل Aufgolog لاش000 الشيست. فطبيعة الحال كين واحد شوية دي التشابه. واني كين عودتاني واحد النقط دي الاختلاف. النقط دي الاختلاف اولا وهو انه هات الصخرة دي الميكا الشيست فهي ينغوش اللي كتكون بغيان بمعنى انها واحد صخرة اللي لامعة كتبري. طبيعة حال هذا ناتج على الميكا. هذا الناتج على تواجد دي المعدن الميكا. الميكا ماشي البلاستيك وايًا ما واحد المعدن ده بنشوفو او او ما هاد الميكا هادو ما فهم. وتياني حاز نقدر نفرق بينه وبين كيفاش نفرق بين الشيست والميكا الشيست هذه الى رد اتليها لبان. فقبل الميكا الشيست قلنا هو لابنية ديالها هي شيستة يعني في الابنية هي شيستوزيت والا شيستوز بمعنى غوش ينونك عندها ينستكتور بينما هاد الميكاشيست فالاستريكتور ديالا كنسميها استريكتور فولية ولا استريكتور انفولياشن يعني مورقة بمعنى انه هالمعادن المكوني لهات السخرة كيكونوا ملاسقين مع بعضياتهم بزاف وما كيخليوش انه يباليه طرف كبير طرف صغير طرف كبير طرف صغير وبالتالي ما كيسهالش علي ان اني نقدر نفصل هاد 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 الميكاشيست لا والسعرة نضر إلى المثال مع هذه مع الضوائيلة لاحظة فى الشرخ المزال على المفالر المزال وسعه في الدخول الدولة للاحظة المزال كما يرغب في التكتور المزال -تركول داخل مية العروس وBenديك قبر الكبير على الشرخ المزال توقف في هذا الشرخ يبدوا أن هناك إثنني توقف ننتج داخل بحيث الكبير إثنني مورقة يعني الفوليياتي في هذا الرسم توضيحي فكيبنوا لي بلين معادن ديل هات الصخرة هذي كيكونوا مرتبوا. كيكونوا مرتبوا مردين الكبار مردين صغار. مردين الكبار كي تجمعوا بوحدين والمعادن الصغار كي تجمعوا بوحدهم. هذا شيء كنتسميها الفوليياتيي. onnen السخرة الثانية هي لطنية شست الميكاشست البنية فهي انفولياتي بينما السخرة الأولى هي الشست فالبنية هذه هي الشستوزيت بينما السخرة الأخيرة فواضحة بين اللي هي القنيس فكبيرل الي يبلي هاد الصخرة هادي كتميز بأنه عندي واحد توزيع واضح دي المعادن معادن اللي كتكون كلاخ لون ديالها أبيض كتتجمع بوحده يعود ثاني من مورها معادين لصنبغ اللون ديالها داكن عود ثاني كلاغ صنبغ خطوط فاتحة وخطوط داكنة وبالتالي على طول استخراك اتعلقيت لي كلاغ وليس سنبغ السرى الفاتحة وسرى داكنة المنجمسة سرى فاتح سرى داكن سرى فاتح يمكن أن يكون الوضع يمكن التوزيع المعادن للداخل الصخرة بأن تكون طبيعية أكثر مورقة لأنه يجمعون بوحدهم هنا لا يسأل المعادن صغر لقم صغر ولكن الآن يحصل على معادن من نفس النوع لابد هو المعادن من نفس النوع و المعادن الثاني المعادن من نفس النوع يجمعون بوحدهم المعادن من نفس النوع يجمعون بوحدهم. لذلك توريق أكثر من البنية الأولى. البنية الثانية يقلنا الميكا شيست. قلنا انفوليياتي. فحتى هذه انفوليياتي ولكني أكثر ركعة. توريق أكثر ركعة. يجمعون بحيلا. لذلك نحن سوف نحتاجه بها. في الأولى قلنا بالنسبة للصخرة الأولى هي الشيست. فقلنا البنية ديالها تكون انشيستوزيت. بمعنى أن المعادن يجمعون على شكل واحد الصفائح الكبار. من بعد الميكا شيست قلنا المعادن يجمعون معادن صغار بوحدهم معادن كبار بوحدهم. من الصخرة الثالثة هي القنيس. فهد المرة ما لاحظنا؟ معادن صغار واللي من نفس النوع يجمعون بوحدهم. والمعادن الأخرين تزيد الضيقة التي تنظيم. بحالة سوف نظام بشكل نظام. لذلك نتاقل من الشيست ل الميكا شيست القنيس. قلنا على شكل ما يجمعون. قلنا على شكل ما يجمعون بشكل نظام. قلنا على شكل ما يجمعون بشكل نظام. قلنا على شكل ما يجمعون بشكل نظام. الصخور المتحولة. وضايير قعدنا هاد الوثيقة الاولى اللي فيها اوبسيرباشن وميكروسكوب بولاريزان دي روش ميتامورفي كلية ملاحظة مجهارية بواسطة المجهر المستقرب لهاد الصخور المتحولة. طبعا الحال ثلاثة دي انواع دي الصخور اللي شفنا شيست ميكاشيست وغنيس. وكل صورة بعد ما شفنا الصورة طبعا الحال لكل صخرة اعطاها موحد الشيما دعنت اكبرتاسيون دولالا مانس واللي هي طبعا الحال وحد الرسم توضيحي ولتفسيري دي لديك الشي اللي كنشوفو فليك صافيحة اللي درنا لداخل ديال المجهر. بدأوا بالصخرة الاولى اللي هي شيست. فشيست كاتشكولية من جوج ديال المعادن الرئيسية واللي يوم اولا سيري سيت. وهات سيري سيت قريب فشكل دياله المعدين ديال الكواغتز ديال المرو والمعدين الثاني اللي كتكون منه هات الصخرة ديال الميكاشيست واللي كنسميه الكلوريت. هاد الكلوريت تاوى قريب من المعدين الثاني اللي هو الميكا. ولارضيته لبال فاف دك الشامل اللي اعطاونات ماء ديال هاتيك الصخرة ديال الشيست. فكيبنا لي بحيلا ذو باقي عندي الشكل ديال طيات باقي الصخرة على باقي فيها باقي فيها نقولو بحيلا طيات ليس غير ورين. لان باقي المعادن بحيلا باقي الشكل ديال هم مطوي. مفون. وما كيبانوش ليه المعادن باللي مرتبين بشي طريقة معينة. معادن غير مطويين والسلماني متبنوني عندي غير على شكل طيير. بالتالي كنقولو بلي هاد الصخرة هادي ديال الشيست. فباقي محافظة على هادك لليتاج يعني على دوك الاسيرة ولا على ديال الشكل الرسوبي يعني طبقه فوق من طبقه وثلاث شوهوليه كيتشوهوليه كل شيء في دقة واحدة. صخرة الثانية اللي عدنا طبيعة للحال هي صخرة الميكاشيست. بالنسبة للكمبوزيسيون مينغالوجيك ديال الفاكيبالي بلي كتكوليه من جوج ديال المعادن واللي هما هاش هما الميكا والكوارتز. وهاد الميكا هشنا هي واحد المعادن اللي كي تسمى البيوتيت. عدنا جوج ديال انواعينн البيوتيت وووعدنا الميسكوويت. فهو كميكا هي واحد المعادن الجديد اللي كي تسمى البيوتيت. عند الا public الانواعين مو بيوتيت ولا الميسكوويت. جوجب ذلك كنسميتهم ميكا. وذا هو وهي الاطشاره При النار الخليل اللي قلنا 체كشت قلنا فيها شنر معادن الفيها فيه انا فيها السيري سيت وا فيها الكلوغيت. وقلت لكم قبل visually ترى هي يسمونها كدلك ميكا. للاشارة ه leaningobraو في الامور ثاني الميكا الشيست قلناه اشنو فيها فيها البيوتيت والميسكوفيت فا هذيك الكلوريت اللي عند نفس الصخرة اللي هي الشيست فها هي عبارة على واحد البيوتيت اللي كي تسمى بيوتيت متفسخ شادة مزارة نشوفه من بعد دون كره هذا مم نفس الحاجة نفس الحاجة غير بواحد تغيرات اللي بسيطة بمعنى انه من بلاء من حاجة الحاجة على نفس الشي غير وقعوه هي غير وقعوه هي واحد المجموعة ديي تحولات فيمجونوني مينش يقول الكلوريت اللي اللي عدناه chod صخرة الحاجة اللي أو المعدين اللي عدناه ف الصخرة الاولى اللي هو жلوغيت اللي عليك اللي مقبل يغيظ من وهو عبارة على ميكا, فها نفسه نفس الميكا اللي عدناه الثانية الصخرة التانية اللي هي اللي هي الميكا شيست قلناه فيها المعدين الميكا ليقناه واحد معدين اللي كيبري اللي كي تكون يمجزج외 عن واحد من المعادين اللي اسمنهم البيوتيت والميسكوفيت فهذه الكلوريد فهي عبارة على بيوتيت ولكن متفسخه بواحد لون وحد اخر. الكلوريد كيكون لون دياله خضر والبيوتيت كيكون لون دياله احمر. نفس المعدن ولكن تغير اللون دياله. واش فهمتون اش كنقول. والمعدن تاني اللي عندي لداخل ديالات السخرة التانية اللي هي الميكاشيست فهو بطبيعة حال الكواخدز اللي كيكون لون دياله رمادي الى ابيض. ولاحظ معايا التوزيع ديال المعادن كدير. عندي واحد المعادن اللي كبار الميكا بطبيعة الحال كيتجمعوا ليه في واحد بلاسة. والمعادن اللي اللي عفون داقيقة اللي صغيرة كيتجمع ليه في واحد بلاسة. وبالتالي كيبقى عندي البنية اللي قلنا قوي داو اللي هي بطبيعة الحال structure en foliation اللي هي بنية مورقة باللغة العربية. بلاسة structure folie. اخر صخرة عندنا قلنا بطبيعة الحال هي القنيس واللي كتكون ليا من الجوج ديال انواع ديال المعادن اللي كانوا عندي في الصخرة اللي اللي هي الميكاشيست. طبيعة الحال عندي الميكا وعندي الكواخدز. بالاضافة الواحد المعادن تالت اللي هو الفيلد سبات. وحكي يرد البال للبنية المعادنية أربما يوجد بلونة التوزيع اللي عندي هنا في هاد الجمانس هدي. فكيبنوا لي عندي معادن اللي اللون ديال لها بطبيعة الحال. اللي كتكون بطبيعة الحال عندها نفس القد وكيكون عندها اللون دا كي ي subdivبني الفلاصة واحدة. ماتبوعة تاني بلون الفاتح بالفلاصة واحدة. ماتبوعة بلون دا كونفلاصة واحدة. نفس الشي الي قلنا قبيلا كتكون عندي الالترنانس اليال. لبنب مسيطير واليلزى ��� يعني اللون القدس تكون Continuing ولاي اليك لاغ是不是 اليك خط كيف يعفض البنية الحال اللي هما المارو الكواردس والفيلدس بات. وكما قلنا فالبنية ديال هم فالطبيعة الحال هي اش هي فوليه ولاستركتور انفولياشن. بنية مورقة. دونك هاد المرة الدرجة ديال التوريق اكتر من الصخرة اللي قبل ما نولي هي الميكاشيست. لانك يبنوني المعادن اللي اللون دياله تجمعوه في بلاسة واحدة. والمعادن اللي اللون ديالها داكن تجمعوه في بلاسة واحدة. بتالي يشكلو لي واحد الوريقات اللي واحد توريق درجة ديال التوريق كتر من اللولة. بالتالي إلا بغينا نجمعوه هاد صخور ثلاثة فنقدر نقولوه باللي عندنا وتقريبا كيتشابو في التركيب ديال معادن ديال لون. طبيعة الحال في صخرة اللولة قلنا اللي هي الشيست قلناك تكون لها من السيريسيت اللي قلت لكم تيشبه للمعادن ديال الكوارتس المرو اللي عندي في الصخرة التانية اللي هي الميكاشيست والصخرة التالتة اللي هي القنيس. كلهم عندهم الكوارتس الكوارتس والصخرة اللولة اللي هي الشيست عندها معادن ديال سيريسيت هادي نقطة. المعادن التاني اللي هو الكلوغيد اللي قلت لكم اللي عندنا في الصخرة اللولة اللي قلت لكم تيشبه في التركيب دياله. واللي وماشي كيشبه راه هو هو معادن ديال الميكا. دونك الميكا عندي في الصخرة التانية وعندي في الصخرة التالتة. دونك نقدر نقولوا باللي هاد الصخور هادي طبيعة الحال تتشتابه. دونك كين واحد تشابه في التركيب ديال المعادن ديالهم. دونك عندهم تقريبا نفس المعادن هادي وحده. ولكن بالنسبة للاستخيكتور ديالهم كين اختلاف. دونك عندي عندي نفس نفس تقريبا نفس تركيب المعديني. ل Legendary号 التي سوف طبيعة اختلاف استخدامه في الصحري المعادن. الثالث اللي غادي زيدي عونا واللي هو الكامبوزيشن شيميك ديال هاد ديالترواها رووش هادو. واللي هو التركيب الكيميائي ديال هاد ثلاثة ديال الصخور المتحولة اللي هو مطابعة الحال الشيست الميكاشيست والقنيس. خلالو غيلا شفنا هاد الصخور ثلاثة فكيبانو لياك يتكونو ليا بشكل رئيسي نجوج ديال المركبات الكيميائية اللي هو ما اس اي او دو الوكسيد السيليس والعنصر التاني اللي هو الوكسيد ديال الاليومنيوم. وماذا شتون نسب 60% 60% 60% 60% 60% 60% مينما بالنسبة للعناصر الكيميائي الاخرى الوكسيد ديال الحديد المانيزيوم الكالسيوم فعندهم واحد القيام اللي جيد ضعيفة جوج 3 0 فصيلة 0 فصيلة 1 فصيلة 0 فصيلة 2 فصيلة 01 فصيلة 10 1 فصيلة 2 3 لتلاتة الصخور لذا تقريباً إذا ارتدتوا البال فكيفان ليبلي هاي ثلاثة الصخور اللي هم الشيست والميكا الشيست والقنيس فعندهم تقريباً تقريباً لنفس التركيب الكيميائي Black Men composition chimic general اللي كان قولو بلي هاي ثلاثة الصخور التركيب الالتال الخيميائي سيليكات دالومين يعني يجمعنا فيهم هذا المركب اللولي هو الأكسيد السيليكات والمركب الثاني هو أكسيد الآلومينيوم سيليكات والألومينيوم سيليكات والألومينيوم إذا أريد أن نقوم بخلاصة بالنسبة لذلك الذي درسنا الحدود لحظة فقلنا بالنسبة لهذه الطرورة الشيست والميكا الشيست والقنيس وهذه الطرورة الميتامورفية التي لديها الامام مينيرالوجيك لديها نفس التركيب المعدني نفس المعادل التي نجدها في الشيست نجدها في الميكا الشيست ونجدها في القنيس نفس التركيب الامام مينيرالوجيك وكذلك هذا الجدول الثاني الجدول الأخير قبيل يبلغ هذه الطرورة الشيست لديهم نفس التركيب الكيميائي بمعنى أن العناصر الكيميائية المكونة لهذه ثلاثة الصخور والعناصر الكيميائية المكونة لهذه المعادل الموجودة في هذه الصخور فهي طبيعة الحال نفس الحاجة واللي هي السيليكات الدالومين واللي قلناهما السيليس والالومينيوم كي تكونوا ليمنوا الثلاثة الصخور بواحد الواتير اللي رئيسية كي بقى ليال اختلاف واحد الأناع واللي هو هاش ينسوا الديانس على النافول رئيسة اللي هي البنية من عن التقيصة الأسبوع هذا الهجزة والغنيس تعلم ديالهم قلنا مع أنه تدرجة ديال فالقنيس عنده درجة ديال التوريخ أكتر من الميكاشيست. هذا غير خلينا نقوله باللي هاد الاختلاف البنية ديال هاد الصخور هادا طبيعة الحال ناتج على اختلاف ظروف تشكل ديال هاد الصخور ديال هاد الصخور هاد الشيس الميكاشيست و عندهم نفس التركيب الخيميائيًّ ونفس التركيب المي sociais Цهوات مختلفة صغير Türوف تشكول ديال السخورت نقصد بيع جوجي ديال يجب أن نشاهده من الضروف الدرجة للحرارة والضغط للتمبراتور والبقاء. نحن نقول أن هذه الروش والميكاشيست والقنيس لديهم نفس الأصل لديهم لديهم نفس التركيب الكيميائي ونفس التركيب معدني لديهم نفس الأصل جيد من نفس السخرة. ما هو هذا الأصل؟ نرى التركيب الكيميائي للصخور الطينية لديهم نفس السخور الطينية من السيليكات دالومين بالتالي السخور الطينية لديها نفس التركيب الكيميائي للصخور المتحولة وبالتالي نستطيع أن نفترض أن هذه الروش الميتامورفك وهما ميكاشيست والقنيس للكالغن فهذا ما نعتقده الاستيضام فالأصل هم هو ميكاشيست الثوجة من السخور الطينية كي بقال لي أحد السيليكي لدي هذا الاختلاف هذا؟ لماذا لدي هذا الشخور؟ لغم أنهم لدي هذا الأصل؟ ولاذا لدي هذه الترتيب؟ لماذا لدي شيست من بعد ميكاشيست من بعد قنيس؟ كان لدي هذا الترتيب فنقدرون نفسروا هذا الترتيب وهو انه كما قلنا راجع للك الكونديسيون دي روش متامورفيك واللي كما قلنا لك الكونديسيون دي روش متامورفيك بطبيعة الحال هما البرسيون التمبراتور ودرجة الحرارة الاصل دي روش ارجليز هما الصخور الطينية فبطبيعة الحال نحن قدمه غادين ونغرقه فبطبيعة الصخور الطينية تعرضت لواحد درجة دي الحرارة اللي قدرون نقوله منخفضة وواحد دخط اللي منخفض هذيك الصخور الطينية اللي غوش ارجليز تحولت لي لاش تحولت لي الشيست مفهوب من بعد هذك الشيست بواسطة واحد دروف دي درجة دي الحرارة نقدرون نقوله متوسطة وضغط لي متوسط تحول لي الاش تحول لي الميكا الشيست من بعد او ثاني واحد درجة دي الحرارة نقدرون نقوله نسبيا منخفضة ولان انا نعفو نسبيا مرتفعة وضغط لي نسبيا مرتفع بطبيعة حالة تحول هذا كامل كيكون فليطة صوليد يعني الصخرة ما كتدوب موالو يعني الصخرة باقة صلبة وكيوقع لها التحول هذا ممتوني اش نقوله كتزيد ترتفع لي درجة دي الحرارة وكتزيد ترتفع لي الضغط وكتزيد ترتفع لي فكتزيد ترتفع لي كتزيد ترتفع لي كتزيد ترتفع لي ولا اقلتو الترشيب يلي كنا نشرنا الخريطة لا زاد ترتفع لي الحارارة وزاد ترتفع لي الضغط فهي تحول لي الصخرة دي القنيس ستحول الصخرة اللي شنا في اللي هي الميقماتيت اللي قلت لكم هي واحد الصخرة اللي اش يسي تنغاش اللي انتر ميدياخ ولا يبغيد يعني ممكن تكون بين بين هي ما هي صخرة متحولة ما هي صخرة صهارية بمعنى انها فيها شوية من القنيس وفيها شوية من الصخرة التحتانية اللي هي القرانيت و الى زاد الحرارة ارتفعات والدغط ارتفع فطيعت حال الصخرة كالدوب و من بعد فاش كالدوب ليا هذيك الصخرة اش كالدولي عندي على شكل ماغماء على شكل صهارة و من بعد كتبرد ليا هذيك الصهارة و كان حصل على صخرة القرانيت لون كده هو التفسير اللي حدود لحدا نقدر نعطيه مازال غادي نشوفو كيفاش كي وقع هات شي هذا فاش غادي نزيدو نتعمقو في الفاكتر و كيفاش كي يطراليا هذي الترانسفورماشن هذي الى هنا غادي نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته